يعني أستاذ أحمد إذا نحن نحكي أنه اليوم في اتجاه لمنظومة جديدة بالعمل ستؤثر على المجتمع بشكل عام ستؤثر على المدارس والجامعات لأنه اليوم عم نحكي عن عمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع حتى للمدرسين حتى للعاملين حتى للناس المشتغلين كيف ممكن هذه المنظومة تؤثر سلبا أو إجابا علينا؟ يعني بداية زي ما تفضلت حضرتك في البداية هو اتجاه عالمي هناك باحثين في شركات في بعض الحكومات بتحاول تجرب تخفف من الضغوط على مواطنيها وعلى العاملين لديها وبالتالي بيقترحوا اقتراحات وبعملوا تجارب بأنه تخفيف أيام العمل يزيد من رفاهية المواطنين والعملين واللي أكد ذلك يعني عشرات الدراسات التي أجريت دراسات تطبيقية بأنه ما في أثبتت أنه لا يوجد علاقة طردية بين زيادة ساعات العمل وبين انتاجية العمل لأنه في عوامل أخرى ذاتها لها علاقة بالتدريب بالتعليم بالتخطيط بنظم الحوافز بالرقابة بمؤشرات قياس الأداء كلها هاي عوامل بتقيس أداء الموظف وبعض البحوث التطبيقية أثبتت بأنه بالعكس كلما خففنا ساعات عمل الموظف بزيد انتاجيته لأنه بيرتاح أكثر ولكن هذا مرتبط يجب أن يكون مرتبط بالعوامل الأخرى اللي هي لهؤلاء كذلك ما حكينا بالتدريب والتعليم وأن تكون قيم العمل والانضباط والالتزام يعني عند مستوى مرتفع لدى المجتمع ولدى العاملين وهذا بعيدنا نفتح ملف التعليم في الأردن وكيف التعليم بتعامل مع هذه منظومة القيم وبعود لمنظومة الإدارة لأنه إحنا يعني إذا أنا بدي يكون انتاجيتي أعلى لما يخفضوا ساعات عملي بد أكون حاسس أني أنا مرتاح بعملي بإني أنا مدعوم من مؤسسي اللي بشتغل فيها أني أنا إذا اجتهت أكثر سأكافأ أكثر يعني في منظومة حوافز وإني أنا إذا اجتهت أكثر ممكن أنا أرتقي وظيفيا وبصراحة في بلداننا في بلدنا الأمور شوي بعيدة لأنه بتعرفوا كيف آليات التعيين وآليات الترقيات والمحابة داخل المؤسسات حتى في بعض القطاع الخاص يعني في محابة على حساب الإنتاجية وهكذا وبالتالي إحنا نتحدث عن في اتجاه عالمي ذاهب باتجاه تخفيض ساعات العمل وبالتالي تخفيض أيام العمل وبعدين هذه هنا سنة الحياة هذا قانون تاريخي يعني تاريخ قبل مئة سنة تقريبا كانوا الناس يدوم 16 ساعة وكانوا يدوم 7 أيام بالأسبوع ولكن مع تطور نضالات العمال في العالم وزيادة أدوار نقاباتهم وتطور الحياة وزيادة رفاهية المجتمعات وزيادة ممارسات الديمقراطية إحنا الآن نتحدث عن أقصى حد 48 ساعة عمل أسبوعي أقصى حد 6 أيام عمل بالأسبوع وعند الغالبية 5 أيام عمل أستاذ يبدو أنه هي عملية متشابكة ومعقدة جدا يعني إذا بدنا مثلا نحلها مثلا نطلع عليها بلازم نطلع من الأساسات نحكي من التعليم من نظم الإدارة من الاستراتيجية بتفكر فيها الدولة أصلا مش بس أصحاب أصحاب العمل فهي في النهاية الفكرة هي زيادة الإنتاجية فنحن عم نتحدث عن زيادة الإنتاجية ورفاهية زيادة الإنتاجية ورفاهية الناس نعم هيك مسار التاريخ ماشي نعم بس هي فكرة أنه طبيعة العمل بتحكم يعني في كل دول العالم فيه مثلا عمل معين أو شكل معين الناس بيشتغلوا الشفتات بيشتغل سي بيشتغل اي بيشتغل بي بيشتغل سي بيشتغل طول الليل بيكون عنده مثلا فاتح عمل خاص بيشتغل 12 ساعة 14 ساعة في النهار فدائما يعني طبيعة العمل بتتحكم يعني القطاع الاقتصادي والمهنة والنشاط الاقتصادي بحد ذاته هو بيفرض نفسه وطريقة إدارة هذا النشاط الاقتصادي تفرض نفسه يعني زي ما تفضلت حضرتك في قطاعات العمل فيها لازم يكون 24 ساعة ولكن 24 ساعة هل يقوم فيها شخص ولا شخصيا ولا ثلاث كنا كثير نسمع انه والله الاطباء في الاردن اللي في مرحلة الاقامة او الامتياز بيشتغلوا 100 ساعة بالاسبوع وعملوا حملة من اجل تخفيفها وإلى اخره ولكن انظرنا لغالبي دول العالم بنلاقي انه في مهن بالفعل العامل بروع شغله بقعد 10 ساعات اقل شي بروح وممكن يداوم في الويك اند كمان طبعا في مهن يعني لا تحدد بساعات العمل في مهن تتطلب انه يداوم ساعات قليلة في مهن حرة احنا في بلد زي الاردن عندنا تقريبا ما يقارب نصف القوة العاملة بيشتغلوا اعمال اعمال غير منظمة بمعنى اخر ما عندوش رب عمل هو بيشتغل مع نفسه فهو حافزه الداخلي بقول له الله يشتغل من الصبح لاخر الليل عشان تقدر يجيب دخل لانه الغلاء الفاحش ومستويات الاجور المنخفضة الى اخره في دول معدلات الداخل فيها مرتفعة بقول لك ربشت الخمس ساعات وبرية مروح وست ساعات وبالتالي كل ما زاد العمل كل ما انضبط سوق العمل وكل ما كانت النظامية في الاقتصادات مرتفعة كل ما كانت امكانية تطبيق هذا النوع من آليات العمل وساعات العمل اكثر واقعية وبتحقق اهدافها اسداد عفوا هذا لا يتناقض مع فكرة الريادة اللي احنا من نادي يعني البلد نحنا من نادي في الريادة حاليا انه انت تعال كل طالب جامعة وكل شخص افتح مشروع وكون ريادي وما تدور على الوظيفة التقليدية انت فتحت موضوع يعني عكس عكس بعض كتير انت فتحت موضوع شوف المجتمعات متنوعة فكرة انه نطلع كل شبابنا رياديين هاي فكرة وهمية هلا اللي عنده حس ابداعي وريادي احنا بندعمه نعم وبنخلق بيئة تدعم الرياديين ولكن احنا بدنا نحل مشكلة البطالة في الاردن انه بدنا كل شبابنا وشاباتنا يكونوا رياديين يعملوا مشاريعهم الخاصة انا تقديري هذا مسار نتائجه طريق مزدود نعم يجب ان نوفر بيئة ريادية للشباب والصبايا اللي بمعنى اخر عنده افكار ابداعية عنده افكار مرتبطة بانه ممكن يعمل المؤسسته الخاصة او بالشراكة مع اخرين احنا بنوفر له البيئة التشريعية بنوفر له بيئة الاعمال الملائمة عشان ينجح واللي بنحس عنده هذي الميول احنا لازم ندعمه بالتدريب هيك تتم دعم الاجراءات الريادية ولكن ما في مجتمع في العالم شعبه بكون ريادي كله كل الشعب ريادي لا في ناس بموظف بقولك انا بدي احب اشتغل في الغالبية هيك انا بدي اروح اشتغل موظف او خضراتي بكريم اعيش فيه بكرامة واصحب حالي وروه وانا باطلع مع اصحابي مساء وصحباتي والاخري وبالتالي هيكسونة الحياة مهم جدا الجهود التي تبذل من اجل دعم الرياديين وبناء هذا الحس عند الشباب والشابات هذا ممتاز ولكن يجب ان تكون توقعاتنا واقعية كل الدراسات التطبيقية بتقول المشاريع الصغيرة والمتوسطة اكتر من 90% منها لا ينجح مش عنا بس في اوروبا وفي امريكا وفي كندا وفي سي اول وفي اليابان وين ما بدك الجزء الاكبر من المشاريع الصغيرة والمتناهة الصغر لا ينجح لانه فيه هوامل عديدة اللي ها علاقة فيه ودائما في البدايات حياتهم الشباب بكون عندهم حس المغامرة بد بنجح اول مرة بنجحش اول مرة بد بفشل بحاول مرة تانية اللي بيصمد في هذا المسار هم اه قلة حقيقة والانماط اللي بنشوفها في العالم زي اللي اسسوا مايكروسوفت واسسوا ابل واسسوا يعني هذر اعدادهم محدودة نعم قد في الولايات المتحدة الامريكية اعدادهم محدودة والبيئة السياسية والبيئة الاقتصادية وبيئة الاعمال ساعدتهم وليجوا دعم من المؤسسات المقرضة بس في على سبيل المثال بلد زي زي الاردن على سبيل المثال اذا بكتعمل مشروع وتروع على البنك اقل شي بعطوك 8-9% فاعدة كذا بكتعمل بيئة اعمال اكيد كذا بكتعمل مشروع يتحمل مخاطر وبالتالي تقليل ساعات العمل في ناس بيشتغلوا ثلاث ساعات عمل بيجوبوا راتب الثمين ساعات عمل نعم وهنا استاذ احمد لازم يعني نسألك ما هي دراسات اللي اثبتت انه باربع ايام عمل فقط بساعات عمل اقل ممكن ان يكون هناك انتاج اكثر يعني انا طلعت على عشرات الدراسات حقيقة بس غالبيتها نفذت في بيئات غير عربية بيئات قيم العمل فيها مختلفة من غمسة بالمجتمع بثقافة المجتمع جزء كبير منها في دول شمال اوروبا وغرب اوروبا في كندا اللي فيها التوجهات العامة لرفاها المجتمع في امريكا لا مثلا قصة رفاها المجتمع الانسان الامريكي يعني في الولايات المتحدة الانسان لازم يظل يركض يشتغل زي الماكنة عشان يقدر يعيش لانه الثقافة السائدة العمل والدخل وبالساعة العمل والاخير اشتغلت ساعة بتاخد ما اشتغلت الساعة ما اشتغلتش بتاخدش منظومة الحمايات الاجتماعية الموجودة في دول اوروبا غربية وفي دول اوروبا الشمالية هي اعلى من غيرها الحكومات تتحمل مسئوليات كبيرة بتوفير حدود الدنيا من مستويات المعيشة للناس حتى لو كان شغلهم محدود نعم ذكرت استاذ انه بيئات مش عربية طب اذا حكينا دبي مثلا التوجه الجديد بالعمل اربع ايام ونصف في الاسبوع يعني على ايش اعتمدوا مثلا يعني اول اشه هم بدوموا هم كانت عطلتهم جمعة وسبت كما هو معتاد نعم ولكن العالم بعطل سبت وحد واحنا انه احنا قبل سنوات طويلة لما بدأنا بدنا ننزل كانت عطلتنا يوم واحد الجمعة نعم وصار في تفكير نعمل يومين احنا كنا نعطل خميس خميس جمعة نعم ضمن اعتقاد انه الخميس يوم مقدس وفيه ابعاد دينية وإلى آخره بعدين ما الخميس ما في له اي اي طابع ديني يعني وبتأسر اتفاق انه لا يعمل الخميس داومه وهذا في اواري التسعينات جمعة وسبت عطله عشان بنختصر يوم ما ننفصلش فيه عن العالم لانه العالم غالبيته الساحقة بعطل جمعة بعطل سبت واحد فاحنا لما نعطل خميس جمعة احنا بنعزل اربع ايام على الاسؤال بس وول اني عزال عفونا استاذ له علاقة بال يعني باسواق الاعمال العالمية يعني بالبورصة العالمية والبنو مش بس لا الشركات العالم الان منغمس جدا وشوف قديش الاقتصادات العالمية الان وبيئات الاعمال مترابطة وشوف انت الازمة الاوكرانية الاخيرة والروسية بديل لك قديش الاقتصادات متشابكة مع بعضها البعض وكل الدول متشابكة مع بعضها البعض الناس بتصدر بتستورد الناس بتودي ايميلات لبعض بتجيب ايميلات حتى اللي بيشتغلوا على المستوى المحلي هم مرتبطين بالاسواق العالمية ومرتبطين في البيئات الخارجية وبالتالي صار الاقتراح انه يصير في دبي انه بقدروش يقول للناس ده يوم الجمعة كامل انتو عطله فصار عندهم بدل جمعة وسبت نص جمعة وبعدين سبتوا احد هم ما بخسروا خاصة انه دبي وانت فيها ما بتحس حالك انت اصلا ببلد عربي انت بتحس حالك في بلد البيئة الاعمال فيه مرتبطة بالخارج بلد منفتح على العالم بشكل كبير كله تجارة دولية وعلاقات خارجية وبالتالي انا تقديري كانت خطبة كويسة منهم انه هم يقللوا من ايام انفصالهم على العالم اللي هو يعني استاذ هل تعتقد ان هذا النظام ممكن انه ينجح في الاردن انا تقديري لا لسه بنية التحتية غير جاهزة بس فيه هناك شركات تطبق هذا النظام في الاردن فيه طبعا على المستوى الفردي فيه ناس بطبقوه ولقوا فيه مؤسسات في بلادنا عشرة في المئة وعشين في المئة وثلاثين في المئة من موظفينهم بروحوا على اماكن العمل بيشتغلوا من المنازل لانه كمان طبيعة العمل بتفرض ذلك طبيعة المهمات تفرض ذلك طبيعة قياس اداء العاملين بيفرض ذلك انه انت بالنهاية بدك منتج بدك المنتج انت بدك المهمة انجزت او لم تنجز او لم تنجز يعني المحاسب على سبيل المثال بكفي روح يوم يومين في الاسبوع على مكان عمل المبرمج الباحثين المستشارين المدققين يعني اذا في عشرات الوظائف بديش اقول مئات عشرات الوظائف اذا انت فكرت فيها كويس وعدت هيكلة مهماتها اداريا يمكن القيام فيها بدون ما يروح على مكان العمل الا ساعات محدودة بالاسبوع وبالتالي انا بقولك التالي العالم مسار التاريخ رايح باتجاه تقليص ساعات العمل وباتجاه تقليص ايام العمل على نظم الادارة في بلداننا في القطاع العام وفي القطاع الخاص وفي القطاع المختلط لانه في مؤسسات مختلطة انها اتهيئ بناها الادارية وهياكلها ونظمها وسياساتها باتجاه الدخول الى هذا العالم بسلاسة دون حدوث فجوات هذا بيتطلب نظم التعليم تتغير هذا بيتطلب نظم الادارة تتغير لانه انا تقديري نظم الادارة هي الاساس المؤسسات اللي فيها تدريب للموظفين وعناية فيهم ورفهيتهم وتطويرهم وتطوير قدراتهم اللي الها علاقة بتحفيزهم بانتاجيتهم بعدم التعامل معهم كماكينات يجب التعامل مع العامل كإنسان اذا وفرنا له بيئة محفزة اداؤه بالضعف هلا مش كل الناس ماكينات انه اذا زدته حوافزه واحد بالمية هو اداؤه ريح تحسن واحد بالمية لا فيه تفاوت ولكن مؤسسات الاعمال لاجتون تكون حواض لتحفيز ودعم الشباب والشبات والعاملين والعاملات باتجاه تحسين اداهم يوما ما سيكون ساعات العمل قليلة وفي بلادنا احنا في بلادنا ساعات العمل قليلة احنا جزء كبير المؤسسات بدوموا 40 ساعة بالاسبوع جزء كبير المؤسسات نعم لما تحكي انت من الثمانية للأربعة وخمس ايام بالاسبوع وفي مؤسسات القطاع العام بدوموا 35 ساعة تقريبا وهكذا وبالتالي يعني وفي مؤسسات بدوموا 100 ساعة بالأسبوع للأسف الشديد في بلداننا ومن الليل للليل وبرز بسترموش رواطبهم في مواعيدها كمان أكيد في كتير حجم الانتهاكات كبير في بيئات زي عمل زي هيك فيها اختلالات إدارية وفيها تعامل مع العامل باعتباره ماكنة كيف بدي يخلقوله بيئة عمل محفزة تزيد انتاجين فيها إذا بتسمحوا لي في مؤسسات برى الأردن وخرج الأردن على محدوديتها بيفرضوا على العامل يرتاح بعض الظهر نصف ساعة ويلزموا لأنه أداءه بتحسن نعم وهون بس بدا لحكي نقطة كتير مهبة بالختام إنه عشان هيك لازم النقابات تشتغل أكتر ولازم كل الأشخاص تكون عارفة إيش حقها في العمل وإيش واجبها شكرا جزيلا لوجودك معنا شرفتنا أهلا وسهلا